السلام عليكم موضوع هذه الحلقة واللاعب الجديد في سكورماتج اللاعب الجديد الذي سيكون متاحاً بعد أقل من شهر سيكون بمسمى البطل من مسمى هذا اللاعب أعتقد أنه سيكون مناسباً لخط الهجوم تخيل معي لو كان هذا اللاعب سريعاً كالبرق وطويلاً كالقائد بدنياً قوياً كالمطرقة لكن هذه كلها ليست إلا تمنيات أعتقد بأنه سيكون لاعباً قوياً لكن ليس بقوة المطرقة أو الجراف ولا طويلاً كالقائد ولا ذكياً كذكاء الصيار أو سريعاً كالبرق لأن سكورماتج لن تصنع لاعباً يضم صفات جميع اللاعبين لكنه بالتأكيد سيكون مفيداً نوعاً ما سيكون له مكان في إحدى الخطط وعلى كل حال ليس لنا سوى الانتظار لمعرفة مستوى هذا اللاعب أما عن كفية الحصول عليه سيكون بإمكانك أن تحصل على هذا اللاعب بشراء حزمة المرور فقط أعتقد أن فضولي للحصول على هذا اللاعب سيقودني إلى شراء حزمة المرور هذه المرة إذا أعجبك الفيديو أرجو منك أخي الكريم أن تشترك معنا في هذه القناة وأن تضغط على زر اللايك أن تفعل زر الجرس ليصلك من كل جديد دمتم بخير إلى اللقاء في الفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر